بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يمكن في الفترة الأخيرة كنا نتحدث عن كثير من المواضيع اللي ناقشتها لجنة حماية الأموال العامة خلال دور الانعقاد الأول وحرصنا قدر الإمكان أننا أحنا لما يكون لنا تصريح يكون تصريح دقيق نوعا ما يتعلق بتفاصيل ما انتهت إليه اللجنة في دور الانعقاد الأول أيضا أننا بنتكلم عن بعض المواضيع اللي نتحدث عنها الآن في العطلة البرلمانية لجنة حماية الأموال العامة تعقد بشكل شبه يومي لتداول بشأن العديد من الموضوعات المكلفة فيها لجنة حماية الأموال العامة من قبل المجلس ولذلك أردنا أن نركز على مجموعة من التقارير اللي أنجزتها لجنة حماية الأموال العامة خلال دور الانعقاد الأول وما انتهت إليه اللجنة من تقارير في هذا الشأن بالنسبة للتقرير الأول الموضوع اللي ناقشت اللجنة في أول موضوع ناقشت اللجنة كان ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي اللي هي العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وكان الموضوع يتعلق بصرف مبلغ مليون وميتين وثلاثين الف وسبعمية وثمانية وستين دينار كويتي دون وجه حق كتعويض لبعض الشركات ومزارع الدواجن المتضرغة من مرض انفلونزا طيور عقدت اللجنة اجتماع بتاريخ 2 يناير 2017 تبين للجنة عدم التزام هيئة الزراعة بالقرار رقم 192 لسنة 2007 والقرار رقم 838 لسنة 2007 قررت اللجنة إحالة الموضوع إلى النيابة العامة تغرير الثاني قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات أود أن ننبه بأن هذا التغرير قد سحب من اللجنة للمراجعة ولمزيد من الدراسة وأصدرت تغريرها النهائي بعد ذلك وحمل رقم التغرير السادس عقدت اللجنة اجتماعين 2 يناير 9 يناير 2017 توصلت اللجنة إلى التجاوزات والمخالفات التالية تناقض إجراءات عملية بيع كامل الهيئة العامة للاستثمار لحصتها في شركة الكويتية لتعليم القيادة عدم الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لسنة 1996 بأن يتمطر حصص ومساهمات الهيئة في الشركات التي لها سجل جيد وإدارة مستقرة عن طريق الابتتاب العام وتوسيع قاعدة المساهمين والبيع في مزاد علني عدم قيام الهيئة بدراسة هدف المتقدمين للشراء عدم شفافية وسلامة إجراءات المزاد وشروطه عدم إعداد دراسة مستفيضة لعرض كافة البدائل المتاحة تطوير الأنشطة القائمة على سبيل المثال استغلال المساحات الغير مستغلة من قبل الشركة طبعا هذا يؤثر بشكل مباشر في تقييم السهم عند البيع عدم وجود دراسة لإدراج الشركة في سوق الكويت الأوراق المالية عدم تقييم الشركة من قبل شركتين استشاريتين والاكتفاء بتقييم شركة استشارية وحدة عدم المطالبة باسترجاع الأراضي المخصصة للشركة والغير مستغلة أملاك الدولة عدم سلامة نتائج تقييم الشركة من قبل الشركة الاستشارية لم يقيم على سبيل المثال الاسم التجاري عدم الأخذ بالاعتبار ميزة حق الانتفاع والاستغلال للأراضي المملوكة للدولة توصيات اللجنة تحديث قواعد وشروط بيع حصص الحكومة في الشركات المساهمة المملوكة للدولة إعداد خطة لتطوير الاستشارات المحلية وخلق فرص عمل للمواطنين تحديث اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والصادرة في يناير 1989 معالجة القصور في الإجراءات المتبعة لبيع المساهمات أو مساهمات الهيئة في المزادات العلنية وضوابط تقييم سعر السهم في الشركات غير المدرجة إعداد الدراسات التي تطور وتزيد أرباح الشركات المملوكة للدولة مراعاة أوضاع العمالة الكويتية بما يكفل حقوقهم وعدم تهديد مستقبلهم الاجتماعي والأسري مراعاة تقييم الأراضي التي تستقلها الشركات المزمع بيعها مقابل حق الانتفاع قرار اللجنة إحالة الموضوع للنيابة العامة تقرير الثالث وهو أيضاً أحد التقارير اللي قامت اللجنة بسحبه لمزيد من الدراسة وحمل بعد ذلك التقرير رقم سبعة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق كافة المستندات والإجراءات المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية اطلعت اللجنة السابقة على تغرير ديوان المحاسبة بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية لعمليات البيع وقد عقدت اللجنة السابقة خلال دور العقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر عدد ثلاث اجتماعات بتاريخ 20 ديسمبر 2015 4 و 18 و 25 إبريل 2016 على التوالي عقدت لجنة حماية الأموال العامة في دور العقاد السابق عدد اجتماعات عددها 6 اجتماعات تواريخ 2 يناير و 9 يناير و 13 مارس و 3 إبريل 10 إبريل 17 إبريل 2017 على التوالي وتبين للجنة التجاوزات والمخالفات التالية تناقض إجراءات عملية بيع كامل مساهمة الهيئة العامة للاستثمار عدم الالتزام بالقواعد العامة المعتمدة من اللجنة التنفيذية في قرارها من مجلس الإدارة القرار السابق الذي تكلمنا عنه سنة 1900 أو اللائحة التنفيذية سنة 1996 عدم قيام الهيئة العامة للاستثمار بدراسة الهدف المتزايد المتقدمين للشراء المزايدة عدم شفافية وسلامة إجراءات المزاد وشروطة عدم شفافية عدم إعداد دراسة مستفيضة ومسبقة للعرض على لجنة التنفيذية عدم دراسة إدراج الشركة في سوق الكويت الأوراق المالية وجود قصور وأهمال من قبل مسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار بشأن عدم رضع القواعد والإجراءات المنظمة لبيع الشركات الغير مدرجة عدم تقييم شركة المنتجات الزراعية المزمع بيعها من قبل جهتين استشاريتين عدم صحة وسلامة وعدالة نتائج التقييم الذي انتهت إليه الشركة الاستشارية توصيات اللجنة ضرورة العمل على تحديث القواعد والشرط والضوابط والإجراءات التي تحكم برنامج بيع حصص الحكومة في الشركات المساهمة إعداد خطة استراتيجية لتطوير وتنمية الاستثمارات المحلية تحديث اللائحة التنفيذية الصادرة سنة 1989 معالجة توجه القصور الخلف للإجراءات والشرط المتبعة لبيع مساهمات الهيئة الاستثمار عن طريق المزادات العلنية ضرورة والضوابط تتعلق بكيفية تقييم سعر السهم بالشركات غير المدرجة إعداد دراسة لجميع الشركات الغير مدرجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لدراجها بسوق الكويت الأوراق المالية ضرورة إعداد دراسات مستفيدة للشركات المملوكة للدولة أو للهيئة بهدف تطويرها وزيادة أرباحها ضرورة معالجة أوجه القصور والخلل بشأن الضوابط والشرط التي تحكم إجراءات المزادات العلنية قرار اللجنة بعد المناقشة وتبادل أراء انتهت اللجنة بأجماء أراء أعضاءها الحاضرين باجتماعها المعقود بتاريخ 9 يناير 2017 بالإشارة إلى الوقائع على النحو السابق إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها تغرير الرابع أيضا هذا التغرير تم سحبه لمزيد من الدراسة وأدرج مرة أخرى تحت رغم التغرير الثامن تغرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50% من رأس مالها والتي كانت تنوي الهيئة بيعها تم عقد اجتماعين بتاريخ 9 يناير 2017 وانتهت اللجنة إلى المخالفات التالية تقديم معلومات مضللة وغير حقيقية من قبل الشركة الكويتية الاستثمار لديوان المحاسبة عدم إعداد دراسة مسبقة بشأن بيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في الشركات المحلية تضارب قرارات الهيئة القرار الأول في 22-10-2014 بالموافق على بيع مساهمته بالشركة الكويتية الاستثمار القرار الثاني في تاريخ 31-05-2015 بالموافق على تأجيل بيع مساهمته بالشركة الكويتية الاستثمار هذه القرارات من شأنها تحدث ربكة في سوق الكويت الأوراق المالية من جانب وأيضا عدم التوازن في إصدار القرارات المهمة بشأن الشركات المملكة للدولة فخلال تقريبا سبع تشهر صدر قرارين متناقضين وهي قرارات مهمة واستراتيجية الأمر الذي يشير إلى التخبط في اتخاذ القرارات التي تؤثر سلبا على سوق الكويت الأوراق المالية عدم الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة سواء من لجنة التنفيذية أو مجلس إدارة الهيئة العامة الاستثمار قبل البدء في اتخاذ أي إجراءات تتعلق ببيع مساهمة الهيئة العامة الاستثمار بالشركة الكويتية الاستثمار عدم تزويد الهيئة العامة الاستثمار ديوان المحاسبة بنتائج تقييم الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة ومشاريع محفظة صندوق الاستثمار الوطني عدم التزام الهيئة العامة الاستثمار بالشفافية والإفصاح عن عملية بيع شركة معرض الكويت الدولي لديوان المحاسبة عدم التزام المسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار بالحصول على الموافقات المسبقة واللازمة للبد في الإجراءات التنفيذية لعمليات بيع شركة معرض الكويت الدولي وجود قرارات قصور وخلل في الضوابط والإجراءات التي تحكم عملية بيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار قررت اللجنة بعد المناقشة وتبادل آراء بإجمع آراءها أعضاءها الحاضرين باجتماعها المعقود يوم الأثنين موافق 9 يناير 2017 على عدة توصيات التزام العامة الاستثمار والشركات المملوكة للدولة بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة وتقديم كافة المستندات المطلوبة في حالة طلبها من قبل ديوان المحاسبة أعداد خطة استراتيجية لتطوير وتنمية الاستثمارات المحلية من خلال إقامة المشروعات الاستراتيجية الكبرى بالكويت وتفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي تحديث اللائحة التنفيذية الهيئة العامة الاستثمار والصادرة سنة 1989 أعداد لائحة تنظم عمل واجراءات واختصاصات ومسؤوليات وصلاحيات اللجنة التنفيذية ويتم اعتمادها من قبل السلطات المختصة تحديد الصلاحيات والمسؤوليات لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الاستثمار ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والعضو المنتدب بما يفعل الرقابة الداخلية وحوكمة أعمال الهيئة العامة الاستثمار في ضوء كافة التطورات المالية والاقتصادية وبالمناسبة بالأمس قد قمت بالتوقيع على قانون قد أعديت في هذا الشأن اقتراح بقانون وقعوا معاي مجموعة من زملاء وتقدم اليوم بشكل رسمي اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة الاستثمار كافة المراحل التي تمر بها العمليات الاستثمارية معالجة توجه القصور في الإجراءات والشروط المتبعة لبيع مساهمات الهيئة العامة الاستثمار عن طريق المزادات العلنية اعداد قانون ينظم أعمال وإجراءات الاستثمارات سواء بالدخول أو الخروج من الاستثمار ضرورة إجراء التقييم للشركات المزمع بيعها من قبل شركتين استشاريتين اعداد دراسة لجميع الشركات غير المدرجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجها في سوق الكويت الأوراق المالية ضرورة اعداد الدراسات المسبغة لعمليات بيع مساهمات الهيئة العامة الاستثمار وعرض كافة البداء المتاحة للتصرق في حصة الهيئة معالجة أوجه القصور والخلل بشأن الضوابط التي تحكم إجراءات التفاوض مع المتقدمين بعروضهم لشراء مساهمات الهيئة العامة للاستثمار تقييم الأراضي التي تستغلها الشركات المزمع بيعها مقابل حق الانتفاع ضرورة اعداد الدراسات المستفيدة للشركات المملكة الهيئة بهدف زيادة أرباحها مراعاة عدم جمع أي وزير لوزارتي النفط والمالية حتى يكون تشكيل مجلس الإدارة الهيئة العامة الاستثمار يتفق مع حكام القانون رقم 47 لسنة 1982 بشأن الهيئة العامة الاستثمار مادة ثلاثة التي حددت تشكيلها بعضوية ورئاسة وزير المالية وعضوية وزير النفط تغرير الخامس لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة التحقيق استنادة لنص المادة 114 و147 الموضوع بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة إليها وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد أعضاء مجلس الأمناء والشكوى المقدمة من أعضاء مجلس الأمناء ضد الرئيس والخلافات القائمة داخل المجلس تم عقد اجتماعات الاستماعي لأقوالكم من رئيس الهيئة ونائبه وأعضاء مجلس الأمناء بتاريخ 30 يناير و6 فبراير و9 مارس 2017 تم الاطلاع على المستندات والمعلومات وعلى القانون رغم 2 لسنة 2016 تبين للجنة وجه القصور والنزاعات المستمرة بين أعضاء مجلس الأمناء والتي انعكست بشكل سلبي على سير العمل بالهيئة قرار اللجنة قررت اللجنة بعد المناقشة وتبادل آراء بأغلبية أعضاءها بالتوصيات الواردة في التغرير وأهم هذه التوصيات إجراء تعديلات على بعض مواد قانون هيئة مكافحة الفساد رغم 2 لسنة 2016 بإجراء تعديل على النصوص الآتية المادة 3 المادة 6 المادة 7 المادة 9 المادة 10 المادة 12 المادة 39 من القانون أهم التوصيات بإلحاق تبعية الهيئة والتعيين فيها تعيين الرئيس ونائبة ومجلس الأمناء أيضا إلى مجلس الأمة تغرير التاسع حول العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية إجراءات عمل لجنة الاطلاع على أعمال اللجنة السابقة الاطلاع على تغرير اللجنة المرفوع سابقا الاطلاع على المستندات والبيانات المتوافرة باللجنة وعقدة اللجنة الحالية لهذا الغرض عدد خمسة اجتماعات بتواريخ 26 ديسمبر 2016 2 يناير 3 أبريل 10 أبريل 17 أبريل 2017 تبين للجنة الاطي تجاوز المسؤولين بشركة نفط الكويت إدارة التخطيط والغاز اختصاصات كل من لجنة المناقصات الداخلية بشركة نفط الكويت واللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية ودائرة العقود حيث لم يتم الحصول على الموافقات المسبقة من قبل اللجنتين المشار إليهما قبل السير في الإجراءات المتعلقة باستدراج العروض والتفاوض عدم تأكد والتحقق من سلامة إجراءات الطرح واستدراج العروض خاصة وأن هذه العقود لا تخضع للجنة المناقصات المركزية عدم توافر التبريرات المقبولة لللجوء إلى تعاقد مباشر في ظل تجاوز عمل لجنتي المناقصات بالشركة ومؤسسة البترول الكويتية ولا سيمة وجود العديد من الشركات العالمية التي تتمتع بالخبرة والقدرات الفنية عدم تقييم ودراسة العروض المقدمة من قبل شركة شل العالمية من قبل لجنتي المناقصات الداخلية بالشركة واللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية عدم وجود عروض ثنافسية التناقض الواضح من قبل شركة نفط الكويت كما يتعارض مع ما ذهبت إليه في اللجوء للتعاقد بالأمر المباشر مع شركة شل العالمية هذه جزء من التوصيات أو مما لاحظته اللجنة وهناك توصيات أو ملاحظات أخرى قد ارتأت اللجنة بأنها تقدمها على مرأة ومسمع مجلس الأمة في دور العقادة القادم عندما يطرح هذا الموضوع قرار اللجنة انتهت اللجنة بإجمع أراءها الحاضرين باجتماعها المعقود يوم الأثنين الموافق 17 إبريل 2017 بالموافقة على التالي إحالة الوقائع التي تناولها التغرير إلى النيابة العامة لتكون تحت بصرها ثناء التحقيق فيما تضمنه البلاغ الذي تتولاه والذي يتناول ذات الوقائع واتخاذ شؤونها فيها بالإضافة إلى عدة توصيات سنتضرق أو ستضرق إليها لجنة حماية الأموال العامة عندما يعرض هذا التغرير على مجلس الأمة تغرير السابع تغرير السابع بالنسبة للإنجاز التغرير العاشر بعد سحب الثلاث تقارير فما تم إنجازه فعلياً من تقارير هي سبع تقارير بشأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة كي جي أل للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة طلعت اللجنة على تغرير ديوان المحاسبة ومستندات المرفقة به والاطلاع على كافة المستندات التي قدمتها مؤسسة الموانئ الكويتية عقدت اللجنة اجتماعات عديدة مع بعض المسؤولين الحاليين والسابقين بمؤسسة الموانئ الكويتية وشركة كي جي أل وغيرها من الشركات ذات الصلة الاستماع إلى السادة أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية تسعة وثماني الفين وخمستعش والتي كلفت بالتحقيق في عدة مخالفات وقعت داخل المؤسسة الاطلاع على تغرير اللجنة المشار إليها ودراستها ومناقشتها فيما انتهت إليه من نتائج بيان أحكام نظام المناولة وفق القرار الوزالي رغم مئة وسبعة واربعين على الفين وواحد اجتماعات اللجنة عقدت اللجنة بشأن هذا الموضوع 12 اجتماع بتواريخ 9 يناير و16 يناير 18 يناير 25 يناير 8 فبراير 20 فبراير 6 مارس 22 مارس 27 مارس 1 مايو 8 مايو 22 مايو لسنة 2017 ناقشت الجهات المعنية في هذه الاجتماعات واستمعت إلى إفادتهم تبين اللجنة المخالفات التالية المخالفات والتجاوزات التي وقعت في ظل وجود الإدارة السابقة لمؤسسة الموانئ الكويتية بقصد تسهيل حصول شركة كي جي أل للمناولة على حق استغلال الأرض المخصصة والكائنة بميناء عبد الله والبالغ مساحتها مليون متر مربع بلا مقابل تسهيل الإدارة السابقة لمؤسسة الموانئ الكويتية للاستيلاء على الأموال العامة لجهات خارجية التجاوزات التي وقعت نتيجة اكتتاب مؤسسة الموانئ الكويتية بمبلغ قدره 85 مليون دولار أمريكي في صندوق الموانئ الاستثمار رأت اللجنة بأغلبية أعضاءها الحاضرين بجلستها 22-5-2017 مايلي إحالة الوقائع التي تناولها هذا التغرير وما أسفرت عنه المناقشات في لجنة حماية الأموال العامة للنيابة العامة إعادة النظر في نظام المناولة المعمول به بمؤسسة الموانئ الكويتية وتعديل القرار الوزاري في شأن إصدار نظام المناولة في مؤسسة الموانئ إيراد تعريف دقيق للمناولة الآن التعريف الدقيق للمناولة غير واضح ولذلك وصلت اللجنة في تحديد هذا التعريف تضمين العقود التي تبرم مع شركات المناولة شروط تتعلق بالسماح للمؤسسة بدخول الأرض والأماكن المخصصة لتلك الأعمال في أي وقت من الأوقات وعلى مدار الساعة اتخاذ المؤسسة كافة الإجراءات القانونية وإقامة الدعاوي القضائية اللازمة لرفع يد الغاصب عن الأراضي التابعة للمؤسسة على وجه السرعة حظر استثمار أموال المؤسسة في مشاريع استثمارية إلا بناء على دراسة جدوى جدية تقوم بها مكاتب متخصصة في مجال الاستثمار حظر الدخول في أي استثمارات مع أي شركة من الشركات الخاصة التي لها تعامل مع مؤسسة الموانئ إلا بموافقة مجلس الإدارة حظر التفويض في اختصاصات مجلس الإدارة أن تلتزم المؤسسة عند تخصيص الأراضي بأن لا تقتصر على أصدار قرارات تخصيص بل لابد أن يبرم عقد بذلك ويعتبر قرار التخصيص بمثابة وعد بالتعاقد هذا التغرير يمكن من التغرير المهمة التي يمكن صرحنا عنها في بداية دور الإنعقاد بأن نصلت عليها وبالمناسبة كان هناك اعتراض من قبل أحد أعضاء اللجنة على مناقشة التغرير بالكامل وكانت وجهة نظر لق العضو الفاضل ودون هذا في التغرير بأنه لم تكلف لجنة حماية الأموال العامة من قبل مجلس الأمة بالتحقيق فيما ورد من مخالفات على شركة الكي جي أل ومؤسسة الموانئ الكويتية وارتأينا في ذاك اليوم حقيقة بأن نسجل اعتراض الأقل عضو الفاضل فيما يتعلق في هذا الموضوع مع تأكيدنا مع تأكيدنا بحق لجنة حماية الأموال العامة من خلال ما أسند إليها من مهام حسب القانون 1 على 1993 بدراسة كل الملاحظات التي تسجل من قبل ديوان المحاسبة على أعمال الوزارات أو المؤسسات التابعة للدولة وبذلك قامت اللجنة بالاستناد إلى القانون 1 على 1993 بأخ ديوان أو ملاحظات ديوان المحاسبة بما يتعلق في موضوع شركة الكي جي أل ومؤسسة الموانئ الكويتية وباشرة أعمالها كان هذا رأيي اللجنة مع تسجيل تحفظ الأخ الفاضل عضو اللجنة في التقرير التقرير الختامي لللجنة عما انتهت إليه بالسبع تقارير التي تم مناقشتها واعتمادها في دور الإنعقاد الأول عقدة اللجنة 26 اجتماع في دور الإنعقاد الأول استغرق عملها 69 ساعة و 16 دقيقة بالإضافة إلى ثلاث اجتماعات فرعية بواقع ثلاث ساعات و 46 دقيقة وأنجزت اللجنة سبع موضوعات كما ذكرنا قبل قليل وقدمت عشر تقارير بشأنها إلى المجلس الموقر عشر تقارير الثلاث تقارير التي سحبناها والذكرتها قبل قليل هذا بشكل عام المتبقي الآن من أعمال اللجنة المتبقي من الفصل التشريعي الرابع عشر أعمال مجلس السابق 35 موضوع المحال خلال دور الإنعقاد الأول 6 موضوعات اجمالي الموضوعات المحالة 41 35 و 6 تقارير اجمالي المنجز 7 تقارير اجمالي المتبقي 34 تقارير الآن عندنا البعض يتساءل 34 تقارير عبارة عن عن شن عقدت لجنة حماية الأموال العامة في فترة الإجازة البرلمانية عدة اجتماعات بل انها اجتماعات مكثفة للانتهاء من تكليف مجلس الأمة بجلسة المنعقدة بتاريخ 25 أربعة 2017 للتحقيق في المسائل المثارة بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها في الآتي كافة التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التي ذكرها المستجوبون في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 31-1-2017 التي نوقش فيها الاستجواب المقدم لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السابق أثنين كافة التجاوزات والمخالفات والملاحظات الواردة في تغرير ديوان المحاسب عن الحساب الختامي لوزارة الإعلام للسنة المالية 2015-2016 هذا الموضوع الآن لجنة حماية الأموال العامة تعقد اجتماعات مكثفة للانتهاء من هذا التغرير بالإضافة إلى تكليف مجلس الأمة بجلسة المنعقدة بتاريخ 6-6-2017 للجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في موضوعات خاصة بهيئة أسواق المال أيضا هذا الموضوع الآخر الذي الآن لجنة حماية الأموال العامة تقوم باجتماعات مستمرة مع المسؤولين للتوصل للحقائق للانتهاء من التقارير المكلفة بها لجنة حماية الأموال العامة بهذا الشأن عندنا ثلاث تقارير تم الانتهاء منها نحن في طور فقط معالجة صياقتها لإخراجها بشكل نهائي سنعلن عنها فور التصويت عليها بعد الانتهاء من الصياغة النهائية عندنا 19 تقرير أو موضوع هذه التقارير موجودة في لجنة حماية الأموال العامة كموضوعات من سنة 2003 ولم تخرج هذه التقارير ولأن التقارير هذه قديمة ارتقينا أن نخاطب ديوان المحاسبة بشأن التسعة عشر تقرير وبالفعل قد أرسلنا كتاب إلى ديوان المحاسبة نطلب حضور ديوان المحاسبة بشأن هذه التقارير لإعطائنا آخر ما استجد عندهم من معلومات اتجاه هذه القضايا حتى نستطيع نخرج هذه القضايا على شكل تقارير إلى المجلس أرسلنا كتاب أول لم يتم الرد من قبل ديوان المحاسبة على هذا الكتاب بالأيام القليلة الماضية أرسلنا كتاب آخر بشأن التسعة عشر تقرير حتى يتم تتمنق مناقشة هذه التقارير مع ديوان المحاسبة وإخراج هذه التقارير التي تتم مناقشتها في مجلس الأمة والتصويت عليها عملنا في لجنة حماية الأموال العامة من بداية دور العقاد على دراسة كل التقارير وكل ما أثير من تقارير في مجال السابقة يمكن أحد الأعمال التي كنا مسلطين عليها وتمت مناقشة فعليا في اللجنة وهي المواضيع المتعلقة بالتجاوزات التي حدثت بشأن الحيازات الزراعية بدأنا التحقيق وبعد ذلك أتى قرار المجلس بسحب هذا التقارير وتسليمه إلى لجنة الزراع وهو بلا شك قرار يحترم كون أغلبية أعضاء مجلس الأمر تأو تحويل هذا الموضوع إلى لجنة أخرى نريد أن نؤكد أكدها سابقاً نريد أن نؤكدها الآن أيضاً بأننا فعلاً أنجزنا من خلال بعض الاجتماعات فيما يتعلق في هذا الموضوع موضوع الحيازات الزراعية نتمنى من الأخوة في لجنة الزراعة أن يستكملوا ما بدأناه من عمل وأن يسلطوا الضوء على التجاوزات التي رأيناها في بداية عملنا مع هذا الموضوع أنا على ثقة بأن الزمل النواب سيأخذون جميع الملاحظات في لجنة الزراعة سيأخذون جميع الملاحظات بمحمل الجد أخرجنا الآن أو أعلننا عن أخراج سبع تقارير مثل ما لاحظت وأغلب هذه التقارير إحالات إلى النيابة بعضها يمكن تقارير قد أعلننا عنها في بداية دورنا قادرنا تقارير مهمة أو حساسة أو يعني قنقول في بعض الجهات أو بعض المتنفذين كانوا يحاولون تعطيط هذه التقارير قد الأمكان نحن نسلم هذه التقارير الآن وتحديدا بما يتعلق في قضية الكي جيل في عهدة الأمانة العامة الآن لوضحها على جدوى ومكتب المجلس لعرضها على جدوى أعمال المجلس فور انعقادة في دور انعقادة القادم إذا في أي سؤال توصيات اللجنة هو بالحاق تبعية هيئة مكافحة المفساد بمجلس الأمة وتعين رئيس الهيئة ونائبة ومجلس الأمة نائبة يكون من خلال مجلس الأمة بتصويت يعني نفس ديوان محاسبة رئيسة في تواصل مباشر مع جميع اللجان من قبل لجنة حماية الأموال عامة في مارت ترتقيه مع بقية اللجان ومع بقية الأخوة الزملاء نحن على تنسيق دائم ولذلك يمكن ذكرت أنا قدمت قانون على هيئة الهيئة العامة الاستثمار كان هذا بتنسيق مع بعض الزملاء فما يجوز أذكر أنا ملاحظات في تغرير وأبي أقدم مع المجلس وأنا ما تحركت في هذا الإطار ولذلك أنا تقدمت بقانون بما يتعلق في الهيئة العامة الاستثمار وأيضا كان هناك قانون آخر مقدم بما يتعلق في موضوع الهيئة العامة لمكافحة الفساد شكرا